السلام عليكم شباب و هيكم مرتضى جليحا و شركة سامسونج اعلنت وبشكل رسمي عن جهازه الجديد هو ال M21 هذا الجهاز يعتبر من الاجهزة المتوسطة ايجاني بشاشة مقاس 6.4 فول HD بلاس من نوع سوبر امولوج والبصمة تكون من الخلف والشاشة تحتوي على نوتش صغير جدا بالجهاز الاوسط الاعلى يحتوي على الكاميرا الامامية نفس ما موجود بسنة 2019 بشكل حرف هيو الشاشة تحتوي على معدل سطوع 420 نت و بطبقة حماية غوريلا غلاس 3 حلوة من شركة سامسونج خليلك طبقة حماية على الاجهزة المتوسطة ولو هي ما متعودة تخلي طبقة حماية على الاجهزة المتوسطة هذا الجهاز يمتلك معالج الاكسين 9600 و 11 بذاكرة عشوية 4 جيجا مع ذاكرة تغزين 64 و 128 طبعا مع نظام الاندرويد 10 واجهة السامسونج الونيو اي 2 يعني النسخة الثانية كاميرا امامية بدقة 20 ميجابيكسل اما الكاميرات الخلفية راح تكون ثلاثية 48 ميجابيكسل زاد 8 ميجابيكسل زاد 5 ميجابيكسل هذا الجهاز ياتي بطارية 6000 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط هذا الجهاز اذا كل مواصفات المواصفات بطارية تشفى على بكثير من المواضع ليش ان هذا الجهاز ما راح يكون سعره غالي اكيد راح يكون سعره مناسب لكن بطارية بحجم الكبير 6000 تكون ممتازة منيتي هذا الجهاز بسماكة 8.9 ميلي متر يعني تقدر تقول هذا الجهاز بحدود 9 كذلك بوزن 188 غرام تقدر تقول هذا الحجم بالنسبة للسمك جاي من البطارية القوية مع منفذ 3.5 للسمعات الخارجية وكذلك هذا الجهاز يدعم سماعات او تقنية دولبي اتموس لسمعات الثناية ليش انه ما بي سماعات خارجية اثنين لكن من تخلي هيدفون او تخلي سماعة خارجية سبيكر اكيد راح يحصل لك استوريو بدولبي اتموس تقنية دولبي موعد توفر هذا الجهاز يوم 23 بهذا الشهر يعني ما بقي الايام ويتوفر بالاسواق لكن راح يوصلنا هذا بشكل رسمي او ما يوصلنا ها تبقى تابعة للتجار والوكلاء اللي عندنا بالعراق السعر غير محدد بالضبط لكن ما اتوقع يعبر الاكثر من 200 دولار فهذا السعر اذا اجانب 220 او 180 دولار يكون ممتاز مع البطارية والمواصفات الموجودة بيه تقدر تقول هذا الجهاز افضل لك حتى من 30 اس ام 30 اس يعني معالج نفس الذاكرة العشوائي لو تحصل بستة يكون افضل والمية و 28 ذاكرة داخلية وحتى يستقبل الذاكرة الخارجية حتى ال 512 نتمنى ان يوصل هذا الجهاز بش السعر المناسب ونجربه ونشوف البطارية 6000 من الانبيان راح تنفعك بالاستعمال القوي فهذا الشيء راجع للاستعمال المستعمل يمكن يقدر يعرف هذا الجهاز البطارية تنفع او ما تنفع منه الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة ياكم مرتضى الجليح حاوي